وسائل تحقيق مختلفة استخدمتها المخابرات الأمريكية الـ CIA مع المعتقل أبي زبيدة القيادي في القاعدة وسائل شملت الإيهام بالغرق والمنع من النوم كل هذا كانت دون جدوى لم يحصل المحققون على اعترافات مما دفع السلطات للبحث عن طرق أخرى لاستخلاص المعلومات الحل المطروح كان في استخدام ما يعرف بمصل الحقيقة الذي حاول الأمريكيون تطويره منذ خمسينيات القرن الماضي وهو عبارة عن أنواع مختلفة من المهدئات رغم أن التجارب لم تثبت فاعليتها هذه المعلومات جاءت في تقرير كتبه المشرف الطبي في وكالة الاستخبارات الأمريكية عام 2007 يصف برنامج الاستجواب الذي استخدمتها الـ CIA على معتقليها الـ 97 ما بين عام 2002 إلى عام 2007 في مواقعها السوداء حول العالم وحصل اتحاد الحريات المدنية على التقرير عبر قانون حرية المعلومات فكرت وكالة الاستخبارات بشتى الطرق التي تستطيع اتباعها للحصول على المعلومات ولكن في نهاية الأمر لم تقم الكثير منها بسبب الحاجة للحصول على التصريح فالجهد اللازم لتطبيقها كان أكبر من النتيجة المرجوة في نهاية الأمر قررت الوكالة عدم استخدام الأدوية فهي استخلصت أن مصل الحقيقة ليس حقيقيا ولا فعالا كما أن هناك تعليمات قديمة تمنع استخدام الأدوية على معتقلين بدون إرادتهم أما السبب الذي دفع وكالة الاستخبارات إلى عدم استخدام مصل الحقيقة فهو عدم رغبتهم في الحصول على ترخيص من وزارة العدل لاستخدام أساليب استجواب قد تلقبوا بالتعذيب من الشقاق العربية واشنطن موسيقى